سلام عليكم ورحمة الله معكم الفنان حكيم تحياتي للجميع أولا تحية للجمهور لجمهور المغربي العظيم والغيبة لديها الكثير من الأسباب وظروف غير مؤخرا من 10 مارس لعشر مارس وقت الجائحة هنا في الإسبان ونظرا مرت لي الولدة وقالها الشلال النصفي فأضطررت أن أأتي في 10 مارس جيت المغرب ويعني أنتم معارفين ولكن الظروف في هذه الجائحة وما احتويت عليه من مشاكل الحمد لله الحمد لله أنا في البلد ديالي العزيزة السبب الرئيسي السبب الرئيسي هو المرض للولدة ولكن أيضا كنت استغلله بشي عمل إن شاء الله الجديد كنت شجلت واحد جوج أغنيات في إسبانيا وفيديو كليب ولكن ما خرجتمش لها الظروف ديال الجائحة ولكن هنا من وسط المغرب بدأت تقترح علي بعض الأمور إن شاء الله في قدر يكون شي مفاجأة للجمهور اليادي كل فرح لأنه في الحقيقة كانت بزاف ديال الاقتراحات ولكن ما ما كتبت منها لما كنت قلت مع الأستاذ ساميرا سعيد وقلت أستاذ عيمان تفيت عمله شي ديون تي حاكيم وقلت أجبه الصوت ديالي وكذا أو مرة كنت مع الأستاذ رمعي ياش أو مع الأستاذ رطيفة رأفات أو عدة أستاذ حيات إدريسي وكان سابق أن تكون مع الأستاذ سعد المجرد أو مع الأستاذ حتمامور مع بزاف ديال الفناني ديالنا كلهم ديالنا ناس عظماء يعني في فنهم وفي أخلاقهم فأي تنائم عاشي فنان في هذا الحجم والمستوى فأنا فخور بذلك أنا كنحب الأغنية المغربية وكنحب اللهجة المغربية بزاف لذلك أنا كنتكلم باللهجة المغربية الآن فاللهجة المغربية عندها وحد الحلاوة ديالها خاصة وحد النوكهة ديالها يعني وحيدة وفريدة فالفناني الشباب كلهم يعجبوني عندي صديقي الفنان الكبير سعد المجرد صديقي ديالي بزاف وأستاذ حاتيم أمور وأستاذ نيزار إيديل فأستاذ زكريا الغافولي كل شيء الناس هدو وهذه الفنانة العظماء الشباب اللي يجتهدوا يعرفوا بالترث ديالنا وبالأغنية ديالنا وباللهجة ديالنا فأي أي واحد فيهم كنت نطلعه كيعجبني استيل دياله أولا عزائي 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 الحار يعني هذه العائلة مسكينة لضاعة فهد الشاب سيدي يونس أولا كان ترحم عليها كان طلب الله تعالى يتغمده في رحمته إن شاء الله ويسكنه في حاجة جناته ومات شاهيد لأنه بات مغدور والعائلة ديالو كان هنبلغهم أحر التعازي وهو عمل شنيع يعني أي حاجة فيها ضرر بأي إنسان فهو عمل جبان وعمل شنيع وخاصة القتل فالله تعالى حرم القتل يعني من قتل نفسنا فكأنما قتل الناس جميعا فأنتمنى الله تعالى يحد الباس ويرجع الناس للرشد ديالهم ويكون يكون المحبة بالناس ويتحيد هذه التطرف وهذه العداء اللي كان بين البشر أنا دائما قلت بأنني الحمد لله لا أحصص لي أي عداء العنصرية لأنني حاولت ندمج مع الشعب الإسباني وكنت دائما حريصة لأنه متخلق وأنه أدو أخلاق فهذه نصيحتي لكل المهاجرين وكل الناس يتواجدون يحاولون يتعيشون مع الناس الذين يتمون ويحاولون بالأخلاق ديالهم وإن شاء الله نتمنى لهم رب يحفظهم ويعيشون في أمن وإن أن أمن وإن أراه فو أحصص لي وفي الحقيقة لا أجل معني صفاء عامة يعني أنا أمر غريب من سبيل وإن سواء لا في الفروق مغربي أو لا الفروق في إسبانيا أوJo لا أك katika لم يكن لدينا القرى نهائيا وتفرجت القرى في ستوة ٨ فأنتم عاود تفرجت القرى ولكن أشجع جميع الشباب الرياضي الذين يحاولون أن ينهض بالرياضة والفن عندي الكثير من المشاريع ويقوم بعمل شيء جديد السماء شيء جديد شيء أغنية جديدة لجمهورته وأشتاق لك لأنني من 2010 لم أخرج شيء فإن شاء الله كنت وعدت ولكن أسمح لتعطلت على إصدار هذه المشاريع التي كنت ناوين أن أخرجها ولكن إن شاء الله ستكون مشاريع جميل إن شاء الله ونتمنى طرق الإعجاب للجمهور الكريم موسيقى أولاً نحيي البلد العظيم وهو بلد المغرب نحييه ملكاً وشعباً ونوجه الجمهور المغربي تحييات قلبية خالصة من الأعماق ونتمنى لها كل الخير وإن شاء الله قريباً يشوف الأعمال ونتمنى لجميع الصحة والهناء والأمن والأمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر